ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله باستعمال السلاح الأبيض وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الخميسات قد توصلت بنيداء نجدة عبر الخطة 19 يتعلق بقيام المشتبه فيه رفقة اثنين من شركائه بارتكاب سرقات بالعنف بالشارع العام حيث تدخلت أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم غير أن أحدهم واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض عرض خلالها مفاتي الشرطة لطعنة بليغة على مستوى الصدر الأمر الذي طرز مله لاستعمال سلاحه الوظيف وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى هذا وقد مكن هذا الاستعمال الإضطرار للسلاح الوظيف من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه وبحوزته تم حجز سلاح أبيض وقطع من مخدر الشيرة ومجموعة من الهواتف النقالة التي يشتبه في كونها متحصلة من عمليات الصريقة